أحسن الله إليكم شيخنا يسأل عن ما المقصود بالتضلع بماء زمزم التضلع هو أن يشرب حتى يمتلئ وسمي تضلع حتى يمتلئ جوفه من ماء زمزم فيشعر بضيق في أضلاعه يعني يبلغ لي هذا الحد أن يضيق جوفه بما كان من الماء الذي دخل إليه ومعلوم أنه إذا شرب الماء فالمعدة وعاء إذا وضع فيه شيء تمدد إلى أن يشعر الإنسان بالامتلاء فالمقصود بالتضلع هو الشعور بالامتلاء أحسن الله إليكم شيخنا